بالاطار قالوا ماكو تمثيل البيت الشيعي عما نجلس على طاولة واحدة ويصير هناك توافق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء عما ماكو واحد يمثل شخصية واحدة او كتلة واحدة تمثل البيت الشيعي فالاذاك بعد الاجتماع الاطار التلسيق من عدة كتل اجتمع الاطار التلسيقي في عدة كتل حقيقة لاحظنا التيار الصدري نسحب عن السباق السياسي وعن الساحة السياسية وتوجه الى العزلة السياسية بقى قاعد والاطار التلسيق الناس مضم بالاجراءات ومشهم يعني يرشحون رئيس مجلس النواب اليوم تعاد الكرة في البيت السني بنفس السيناريو التقدم يقول انا الـ 42 ناعد انا الاغلبية السنية الموجودة اما الباقي ليس لهم حق الترشيح وهذا تصريحهم طبعا نعم مو كلامي هذا كلام لا فعلن هو البرحة قال ما الحق الطوى السنية بانه تترأس يقول لك احنا من حقنا احنا من حق لنرشح رئيس مجلس النواب وليس من حق الاخرين ليش؟ لنعدنا 42 ناعد طبع طيب انت من حقك ترشح رئيس مجلس النواب اذا ذهبت مرشحك رئيس مجلس النواب والاطار التنسيقي والاخوة الكرد ما وافقا ما صوتهم على مرشحك يعني الحل شنو؟ يبقى منصب منصب السنة اللي هو الاستحقاق السنة يبقى بدون مرشح لازم تصير اجرات لازم تجلس على طاولة مفاوضات حتى لات لان بالمستقبل بالمستقبل السياسة ما تنتهي اليوم خلص هذا يمر كرسي رئيس مجلس النواب خلص بعد ما اكو احشروا انتخابات بعد سنة ونوص اكو تحارفات قادمة اكو استحقاقات قادمة لازم يكون لملمة للموضوع مو والله اليوم احصر نفسي بالكرسي استاذ سليمان خليني انتقل للتقرير اللي عندنا حتى نكون صورة واضحة وايضا راح نتعلق علي حضرتك وايضا نعود لك استاذ باسل لمداخلتك لكنه خلينا نشوف هذا التقرير